يعني فعلاً أنا لا أتخيل في يوم ما انسحاب أمريكي كامل من العراق هناك اتفاقية إطار استراتيجي موقعة مع الحكومة العراقية وهناك مصالح أمريكية في المنطقة شئنام أبينا أمريكا في العراق تشكل حاجز الصد الأول لحماية إسرائيل من أي هجمات محتملة لذلك أنا أتوقع أن هناك يعني يشوف أستاذ أحمد إذا أخذنا بالتاريخ أن النظام السابق في العراق تمت شيطنته وتم إطلاق الأكاذيب حول امتلاك العراق للقدرات النووية والصواريخ أسلحة الدمار الشامل وما إلى آخره هناك محاولات تجري الآن أيضاً لتفخيم قدرات الإيرانيين الجميع يعلم في المنطقة أن قدرات إيران هي ليست بهذه القدرات وإيران هي نمر من ورق شئنام أبينا لذلك هناك بعض التقارير التي تتحدث عن قدرات صاروخية لإيران وإطلاق الأقمار الصناعية وأنا قرأت التقرير بصراحة تقارير كثيرة ليست تقرير واحد فقط حول قدرات إيران ووضعها لأقمار في المدار ورصيد كل هذا يأتي في محاولة لطرح موضوع إيران على الرأي العالمي وأيضاً لإثارة بعض الضغوطات من خلال المفاوضات الجارية حالياً في جينيف حول الملف النووي الإيراني لا ننسى أن الميديا والإعلام هي سلاح في المعركة بيد الولايات المتحدة الأمريكية كما هي بيد إيران وكما هي بيد الاتحاد الأوروبي لذلك ليس علينا أن نصدق جميع ما يأتي من تقارير حول وجود أسلحة دمر شامل وحول قدرات إيران الصاروخية وإطلاقها للأقمار الصناعية أنا في صراحة هناك محاولات صحيح ودائماً ما ربطت إيران بين التجارة يعني بين البزنس وبين القدرات العسكرية إيران تحاول تطوير قدراتها العسكرية ولكن جميعنا رأينا عندما ضربت إيران معسكرات في العراق لم تكن هذه الصواريخ ذات تأثير انفجاري كبير بحيث يترك أثر أو يعمل شيء كانت هي محاولة لعرض أو لشو يعني ليس أكثر من هذا لذلك هناك أنا أعتقد أنه صحيح التغيير موجود في السياسة الأمريكية ولكن النوايا عند هذه السياسة الأمريكية في هذا التغيير بالذات هي ليست واضحة